أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بتعيين نجله محمد وليا للعهد خلفا لمحمد بن نايف وقالت وسائل إعلام سعودية إن 31 عضوا في هيئة البيعة وافقوا على الخطوة من أصل 34 عضوا فيها كما صدر أمر ملكي آخر بإعفاء محمد بن نايف من منصبه كوزير للداخلية وتعيين عبد العزيز بن سعود بن نايف خلفا له وفي حين بايع محمد بن نايف وليا العهد الجديد على السماع والطاعة دعا الملك السعودي مواطني إلى مباعة نجله مساء اليوم